مرحبا أنا أحمد محمد وهاليوم سيكون فيديو عن أهم أربع ميزات موجودة باللغة C-Sharp من أهم الميزات سترحب هذا الفيديو ستكون غريبة وصادمة لأنه انت بخلال هذا الفيديو ستستطيع أن ترجع أكثر من Object داخل الـ Function لأنه انت بالوضع الاعتيادي بالـ C-Sharp سترجع Object واحد من سوية Return داخل أي Function لكن مع هذا الفيديو ستستطيع أن ترجع أكثر من Object بدون الحاجة أنه سوي Class أو مثلا تسويها داخل Object واحد وبعدها تقسمها حسب احتياجك والميزة الثانية اللي ستشرعه بهذا الفيديو أنه انت تستطيع تحصل على قيمة وتحقق من عده إذا كانت من نوع معين أو Type معين يعني أنت بعض الأحيان تمروا بموقف أنه تحصل على قيمة بس ما تعفل أنه هاي القيمة مثلا كانت String أو Integer أو غير Object لذلك بهذا الفيديو سأوضح لك طريقة تحقق من خلاه إذا كان هذا الـ Object يطابق Type معين وبعد تتصرف حسب احتياجك مثلا تسوي لـ Casting إلى الـ Object اللي انت تريده أو تسوي غير خطوة مثلا وقبل ما انهي المقدمة إذا انت مهتم لغاية الشرق سأخليك رابط الفيديو السابق اللي شرعت به عنهم أربع ميزات أيضا موجودة بلغاية الشرق فهلا هنا انتهنا من هاي المقدمة وسأنتقل الشرق في البداية رح تحتاج أنه يكون عندك Visual Studio أو مثلا تستخدم بـ Visual Studio Code هذا شيء يعود لك المهم أن يكون عندك أحدث اصدار من .NET أنا حاليا بالوقت اللي دا صور بالفيديو اللي هو أحدث اصدار عندي .NET 7 فرا هتروح لـ Create New Project أو عندك مشروع يعني تستخدمه حالي المهم أن راح أسوي مشروع جديد حتى أوضح الفكرة لكل مثال أو لكل ميزة راح أشرحها فتسوي Create New Project راح أسوي وانت مثلا تستخدمه مثلا مع iSpeed.net أو أي تطبيق المهم بـ C-Sharp يعني تسوي Next تكتب اسم المشروع مثلا راح أسميه C-Sharp ثانيا لأن هذا الفيديو الثاني من مميزات لغة C-Sharp وانتسوي Next راح تختار آخر الزار اللي هو .NET 7 بعد Create وتنتظر مثل ما تلاحظون هذا المثال البسيط لينطيقه .NET سابقا أكون مثل Program Class اللغة هاي الأمور حالي ينطيق بس وخلاص هيا راح نحذفهم قبل أن أبدأ أشرح الميزة الجديدة أو الـ Object الجديد اللي اسمه Record راح أشرح مصطلح معين هذا المصطلح راح يساعدك بفهم الفيديو أو أصلا حتى يعني راح أوضح نقطة معينة فلازم تعرف فكرة المصطلح حتى شنو تربط مع الكلام اللي راح أحكيه بالبداية راح أشرح لك مصطلح اسمه Boiler Plate Code الـ Boiler Plate Code يقصد به أنه كود تكتبه بالتطبيق مالتك بأي لغة معينة بس هذا الكود راح أتكرره بأكثر من مكان داخل تطبيقك وهذا التكرار راح يكون به فد تغيير بسيط من الكود حتى يدي لك فد وظيفة معينة وهذا الـ Boiler Plate Code يعني شيء مصحيح داخل البرمجة لأنه انت عتكرر كود يدي لك نفس الوظيفة مع تغيرات معينة أو أصلا حتى تغيرات يعني لا تذكر فعلى سبيل المثال أنت عندك تطبيق بالـ ASP.NET والتمام عقول أنه تروح تكتب كود يتصل مع قاعات البيانات حتى ترسل بيانات أو مثلا يتحذف بيانات وهذا الكود ما الاتصال بقاعات البيانات راح أضيفه بكل كلاس أو بكل مكان داخل تطبيق مالتك لأن هذا راح يعتبر تضيئ الوقت وبنفس الوقت يعني يتسمى Boiler Plate Code لأنه انت عت تسوي نفس الكود وتكرر بأكثر من مكان ونفس الوظيفة وطبعا حتى تقلل من الـ Boiler Plate Code راح تسخدم مثلا كلاسات أو functions وتخليها تأدي نفس الوظيفة وكل ما تحتاج هذا الكود راح تستدعيه من مكان واحد وكل ما تريد مثلا تسوي تعديل على الكود مرتك راح تروح تعدل من مكان واحد أفضل ما أنت تروح عندك مثلا مكرر الكود بأكثر مكان فأنت راح يصير عليك يعني هذا الأمر متعب وجانب آخر من الـ Boiler Plate Code وهذا الجانب اللي اليوم راح أذكره بالفيديو أنه أنت تكتب كود بأسطر قليلا عادل نفس الكود بينما تكتبه بطريقة قديمة ياخذ من عندك مثلا عشرة أسطر أو أكثر فاليوم راح نركز على هذا الجانب أنه أنت تقلل كود مرتك ورح يأدي لك نفس الوظيفة بينما لو كتبته بطريقة قديمة أو للإصدارات السابقة من اللغة اللي أنت تستخدمه فس نبدأ ننتقل نشرح الميزة الأولى اللي اسمها record types record هذا مثل الـ Object جديد أو type جديد داخل C-Sharp بداعش فكرة أنه تعرف class للبيانات فقط يعني class تخزن به بيانات فقط لأنه بالكلاسات الاعتيادية مثل ما تعرفون بالC-Sharp يكون بداخل مثلا Method, Interface, Function, Events يعني كثير أشياء تكون داخل class أما النوع الجديد أو record الجديد فكرة أنه فقط تخزن بيانات أو يكون مخصص لتخزين البيانات وأول ميزة من ميزات record أنه يقليل لك الـ Boiler Plate Code وهس رح أوضحكم بالأمثلة شنون رح نسوي كود بسطر واحد يعادلنا class بالـ C-Sharp من أكثر من 5 أسطر أو 6 أسطر الميزة الثانية أنه تساعدك records على تقليل استخدام memory أو memory usage من النظام أو الموارد اللي عندك لأنه record types أو هذا الـ Object ما تستطيع أنه تعدل بعد ما تسوي لإنستانس وهس رح أوضحكم بالأمثلة باختصار record يكون أسرع وطريقة أسهل لكتابة كلاسات تتعلق بالبيانات بدلاً ما تستخدم class واللي يكون طبعاً رح يأخذه من الميموري لأنه رح يضمن عدة ميزات وأنت ما رح تستخدمها طبعاً أنا قبل ما أصور هذا الفيديو سويت هذا الكود حتى تفتهمه بشكل أفضل أحسن ما أنه أكتبه من الصفر و رح يأخذه من نقطة الفيديو وإحنا ما نريد هذا الشي حتى لا تخربط عليكم الفكرة بالبداية سوينا هذا الكلاس اسمه program ومثل ما تعرفون يعني من تسوي تطبيق console رح يكون بهذا الشكل اللي همك أنت هذا الكلاس اللي اسمه person خلي نفترض أنه هذا الكلاس يمثل شخص معين يعني مثلاً معلومات عنه مثلاً الفيرس نيم أو الاسم الأول لهذا الشخص اللي رح تكون مثل property عبارة عن string واسمه فيرس نيم رح تأخذ getter و setter يعني تستطيع أنه تقرارها وبنفس الوقت تضيف لها معلومات بعدها من معلومات الشخص أنه هو عمره الـ age اللي عبارة عن إنتجر يعني رقم ونفس الشي getter و setter بعدها سمينا constructor لهذا الكلاس اللي اسمه person حتى من أن نمر الله بيانات نبدأ نخزنها بالـ properties اللي عندنا فبالبداية استقبلنا الفيرس نيم وخزنناه بالفيرس نيم هذا الـ property واخدنا العمر اللي اسميناه age بشكل small وخزنناه بالـ age حتى لو قاني مثلاً بالـ static void اللي هي مع الـ program حسوي instance يعني أورث من هذا الكلاس ومرر له البيانات اللي هو الاسم الأول والعمر وراح أكتب person نسميه مثلاً P1 يسامين new من نفس الكلاس ومرر البيانات فالاسم الأول لهذا الشخص مثلاً هو عبارة عن string مثلاً نسميه مثلاً اسمه كافي اسم أحمد دعونا نغير نكتب عليه والعمر وهذا الشخص مثلاً عمره 22 سنة فهذا احنا سوينا instance من الـ person وضفنا الـ first name والـ age واللي من خلال هذا الـ constructor اللي مررنا البيانات تخزنناه داخل هذا الـ properties الـ properties الآن مثلاً أطبعها مثلاً بالـ console نقوم بـ P1 نقوم بترحليها بس نجرب نشغل تطبيق نشوف أنه طبع لك اسم الأول الشخص اللي اسمه علي اللي هو الـ first name ماهي ماكش جديد يعني انت الثاني أقدر أستبدل هاي الأسطر اللي كتبتها وسويت هذا الـ class و constructor أستبدلها بسطر واحد وتأديلي نفس الوظيفة من خلال الـ record types أو النوع الجديد من الكلاسات اللي يتعلق بالبيانات هاي راح أمسحها طبعاً وراح أمسح هذا الكود حترات قربطن بعد الـ class program راح أضيف الـ record وراح أكتب public record اللي هو الـ object الجديد وبعدها تنطيه الاسم مثلاً person نفس الـ class السابق وهسا بداخله راح أخلي الـ properties أو fields اللي كانت موجدة عنده اللي هي الـ first name string first name والثاني كانت اللي هي عبارة عن انتجر يمثل عمر الشخص ماكتب انتجر واخلي الـ semi column هاي خلاص كتبنا الـ class السابق واستبدلناها بسطر واحد وراح يؤدي نفس الوظيفة يعني بدلاً ما سيكون constructor وتخلي الـ first name تخزم بيها البيانات مالها ولا ايج نفس الشي كتبناها بسطر واحد وهسا لو أبدأ أكتب الكود يعني مثلاً أضيب بيبعنمات فأكتب person في من نفس الكود السابق نسمي new وخلي أفتح قوسين ومثلاً مباشرة نخلي قوسين ومر البيانات مثل اللي هو بداكاً name أحمد أو علي والـ age اللي هو مثلاً 22 وخلي سيمي كولن خلاص هساً مثلاً أطبعها بالـ console وخلي 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 ونشوف أنه أطبع لك first name علي وليور 22 وهي بكل بساطة كتمنا الكود السابق بأسطر قليلة طللنا من استخدام الميموري وإضافة إلى ذلك طللنا من الـ boilerplate code بس نقطة مهمة لازم أكد عليه وهي أنه record تعتبر immutable يعني أنت ما يصير تعدل على الـ object نفسه يعني هذا الـ record اللي هو من الـ object ما استطيع عدل قيمة الـ 22 مثلاً أو الـ age مثلاً أكتب pay1 وط age مثلاً نسوي هذا الشخص اللي عالي صار عملاً 25 سنة رح يظهر لي خطأ ليش نشوف أنه يقول لك هذا الـ property يعتبر can only be assigned in an object initializer يعني أنت بس من تسوي initializer لهذا الـ record وتخلي المعلومات وخلص بعد ما استطيع تعدل عليهم فهاي الاختلاف فقط عن الـ class السابق اللي سميناه اللي كتبنا بـ constructor هذاك الـ class استطيع أنه تعدل على الـ object وتغير المعلومات أما أنت لو عندك بيانات أنه تعرف ما رح تعدل عليها فالأفضل أنه تستخدم الـ record أفضل من الـ class لأنه أنت بالنهاية ما رح تحتاج الميزة أنه تعدل على البيانات فالـ record رح تكون أسرع بس بنفس الوقت أنت ما تستطيع تعدل على الـ object أكو طريقة ثانية حتى تسوي object جديد أو record جديد من الـ record الأول اللي سويناه وتعدل على بعض البيانات بس فكرة أنه تعدل على الـ object نفسه أو record نفسه فـ object ما يتعدل فهاي الطريقة نستخدم بها اللي اسمه عن طريق الـ with فرح أكتب object ثاني أو record ثاني وحيضمن نفس قيمة الـ P1 أو اللي هي عالية وـ 22 ونضيف عليها نعدل عليها بعض البيانات بس بهاي الحال رح يسوي لك record ثاني أو object ثاني يختلف عن الـ record الأول ورح أمسح هذه تكتب person وتسمي مثلاً P2 اللي رح يكون الـ record الثاني وتكتب يساوي وبعدها تخلي الـ record الأول اللي تريد يتعدل على بياناتها اللي هو P1 وبعدها تكتب كلمة with هاي الكلمة بالـ C-Sharp الجديدة يقصد بيها انه انه انت تنشئ object ثاني من record بس تعدل على بعض بياناتها with اللي هي البيانات الجديدة مثلاً الـ age تسويها مثلاً هذا الشخص صار عملاً 25 سنة بس لو تشوف انه لو نفتح شغل التطبيق مرة ثانية رح تعرض لك نفس النتاج لان احنا ما غيرنا من الـ P1 شوف انه العمر بعده 22 لكن فقط اللي صار عملاً 25 اللي هو الـ P2 بس لو كتب P2 أو حتى خلي نغير الاسم من نفس الوقت أفضل first name تكون مثلاً هذا الشخص مثلاً صار أحمد أشوف انه الـ P2 صارت الاسم أحمد والعمر 25 بس الـ object الأول أو الـ record الأول ما تغيرت قيمته فهاي انتهينا من record types وهسا ننتقل للميزة الثانية وهسا نبدأ نشرح الميزة الثانية واللي أشوفها أهم ميزة موجدة بهذا الفيديو واللي يسمها deconstruction أو عملية التفكيك انت أكيد كمطور واجهتك بيوم اللي يام انه تروح تسيو function وهاي الفنكشن اضطريت تترجع بها قيمتها من نوع مختلف مثلاً string و integer فاضطريت انه تروح تسوي class وتعرف بـ objects اللي ستترجعها اللي مثلاً نفترض انه عندك تطبيق بـ function هاي الفنكشن وظيفة انه تستقبل فد id الشخص وتروح تتصل بقاعدة البانات وترجع لك اسم الشخص وعمر الشخص فأكيد انت مستحيل انه ترجع مثلاً اسم الشخص وعمر الشخص يعني string و object بنفس يعني تسوي return وترجع string و integer لا راح تروح تسوي class وتخلي بيه الـ property الاولى لها first name وبعده تسوي property ثاني من نوع integer وبعده تسوي public person من نفس الكلاس وبعده ترجع البيانات فانا اكتبت تعليق some logic to get user info from database لانه مثل ما ذكرت انه تاخذ id الشخص وهذا الـ id تستعمله حتى تروح على قاعدة البيانات انا ما كتبت الكود لانه هذا شي بس مجرد التواضح وبعده اجبت انت من نفترض انه هذا له معلمات الشخص مثل هذا اسم الشخص الاول عليه وعمر عشرين وبعده سويت return new من هذا الـ class ورجعت اسم الشخص والـ age ما تم هذه الطريقة طبعا تقليدية ورح تاخذ من عندك وقت وتكتب به كود ما لا اي داعي او مثلا عندك خيار ثاني انه تمسح هذا الـ class وترجع البيانات على شكل object غير محدد يعني anonymous فهي رح تكتب object وهي رح تمسحها تكتب new فقط وهذا رح يصير object يعني غير محدد هذول الطريقتين رح يكون مضيعة له الوقت فهنا تجي فكرة deconstruction عاملية التفكيك فكرة انه تاخذ الـ object وتقسم الـ values اللي بداخله او المعلومات اللي بداخله وتسويهم على شكل objects مفاصلة بس رح اوضح اكثر فأول شي تسويه انه هاي الـ object رح تمسحها وتفتح قوسين وتخلي الـ objects اللي رح ترجعها يعني تكتب type ما لا مثلا هاني رح ارجع بالبداية string والـ age رح يكون عبارة عن انتجر تكتب string وانتجر وطبعا هاي الطريقة لو بالإصدارات c-sharp القديمة ما من الممكن انه تسويها لانه انتبه الوضع الطبيعي اما ترجع مثلا تكتب نوع الـ object واحد فقط مثلا ترجع فقط string او مثلا تكتب نوع بس ما لتكتب قوسين ما لتكتب تفتح قوسين عفوا وتخلي بيها نوعين هاي الطريقة ما ممكنة بالإصدارات السابقة من c-sharp ورح تفتح قوسين وتخلي بيها الـ object اللي راح ترجعها مثلا اذا عندك 3 أو 4 تضل تكتبهم بهذا الشكل يعني تخلي بفارزه وتكتب النوع الـ object بعدها نفترض انه هنا عندنا انه اخدنا الـ id مال الشخص اللي مررنا اياه وجبنا بياناته من قاعات البيانات اليوم هذاله first name والـ age هسا حتى ارجع first name والـ age على شكل objects يعني مفاصلة هاي راح امسحها ورح افتح قوسين واكتب first name اللي هو هذا وفارزه الـ age وخلص انت استبدلت كل الاصطر اللي كتبناها بالسابق والطرق التقليدية وستوي كاستنج بهاي الطريقة هسه لو اريد مثلا استدعي هالفونكشن واكو طريقتين حتى استدعي هالفونكشن واحصل على البيانات اللي بداخلهم وراح اكتب الطريقة الاولى وبعد راح اشرح الطريقة الثانية بالبداية راح تكتب variable وتفتح قوسين وبالبداية تخلي اسماء الـ الـ object اللي راح تستقبلها مثلا تطيئ اسم اول مثلا first name هل اسماء انت تكتبها يعني مثلا مثلا من تعرف variable تخلي مثلا اسمه first name او اي اسم يعني هذا مكون بس مجرد اسم وبعدها مثلا الـ age تكتب يساوي وبعدها تستدعي الفونكشن اللي هي get user info ونفترض ان مر الـ id اللي هو اصلا ما راح نحتاجه نعم خلينا id هس حالين شو راح يصير الـ object هذا الـ string اللي هو عبارة عن first name راح يصير مكان هذا الـ first name لان اشرح عليه انه من نوع string والـ age الثاني هو العمر راح يحصل على القيمة العشرين اللي هي ايضا من نوع انتجر فاسروا مثلا الـ هذا ايضا متغير وبعدها تكتب فارزة مثلا your age وتخلي الـ age حسن لو انشغل التطبيق نشوف انه يعرض لك your name علي your age 20 هاي بكل بساطة رجعنا two objects من خلال function بدل ما انه نخليها بclass او نسوي مثلا object anonymous يعني غير محدد وعندك الطريق الثاني انه بدل ما تكتب variable مباشرة تمسح هذولا هال variable وتكتب اسم الـ object مباشرة اللي هو مثلا string وتنطيه اسم وهذا ثاني يفس الشيء مثلا نسميه integer وتنطيه اسم اللي هو الـ age حسن لو انشغل التطبيق نفس الفكرة نفس النتيجة طلعت لك فانت حر باختيار يعني طريقة كتابتك لهذه المتغيرات وهذا ننتقل الى توضيح جانب اخر من عملية deconstruction واللي هي ايضا راح تساعدكم بالفكرة انه انت تستطيع يتمرر القيمتين لـ function معينة وهذه القيمتين كل واحدة من نوع مختلف او حتى اصلا من نفس النوع لكن هذه القيمتين راح اتعاملهم على parameter واحد فيعني على سبيل المثال عندنا هاي الفنكشن وظيفتها انه تستقبل two parameters يعني اسم الشخص وعمر الشخص وبعد تطبعها بالconsole يعني تكتب your first name واسم الشخص تطبعها هذا والage هذا البرامتر تطبعها نفسنا نشغل التطبيق ايش ما طبعا اه عفو ان احنا ما استدعنا الفنكشن المهم الفكرة ما الـ deconstruction انه انه انت بدنا ما تستقبل قيمتين first name والage راح تخليها بارامتر واحد وبعدها تستطيع انه تحصل على كل قيمة من هذا الـ object يعني او البرامتر هاي الوحدة وقبل ما اوضح الـ deconstruction او طريقة الـ sel ايضا تستطيع انه تسوي في الطريقة ثانية انه تسوي class يمثل بكل من قيمة first name والage فبدلا ما تستقبلهم هذر الاثنين تستقبل هذا الـ class مثلا هذا الـ class تستقبله بهذا الشكل تكتب مثلا person على شكل مثلا info ومثلا user وبعدها تبدي تكتب الـ user مثلا user dot first name وبهذا user dot age هاي طريقة ايضا ثانية تستطيع استخدامهم وهس راح تجي فكرة من خلال انه امسح هذا الـ class وهذا الـ person راح امسحهم وراح استقبل القيمتين وخليهم بارامتر واحد اوش راح تفتح قوسين وتكتب البرامتر الاولي اللي هو first name راح نكتب string انه عمالته والاسم اللي هو first name بعدها عندك الـ age اللي عباره عن integer وبعدها تنطي مسافة وتكتب مثلا الاسم اللي هو user مثلا فأسه هذا الـ parameter user راح يستقبل first name والـ age وراح يتخزنه بهذا الـ parameter فأسه لو مثلا استطيع هاي الـ function وراح اخلي بداخلها قوسين حتى امر البيانات اللي تتعلق بالـ user او هذا الـ parameter وراح اكتب مثلا الـ parameter الاولي هو الاسم first name مثلا علي والعمر مالته مثلا عشرين سأسه لو شغل كود هيا اضغيها ما احتاجه ونشوف انه طبع لك الـ name is علي your age 20 فبكل بساطة استخدمنا هاي الطريقة انه انت تمرر قيمتين تخزنها بـ parameter واحد وبعدها انت تحصل على القيم اللي بداخلها بهذا الشكل فهاي انتهي هنا من اهم الامور اللي تتعلق بعملية deconstruction او عملية التفكيك واسه راح نبدأ نشرح الميزة الثالثة اللي اسمها pattern matching الـ pattern matching فكرتها انه انت تتحقق من قيمة معينة اذا كانت الطابق في type او object من نوع معين لان انت كمطور تمر ببعض المواقف انت تحصل على قيمة بس انت ما تعرف ان هاي القيمة اذا كانت من نوع string او integer وناتج فكرة pattern matching انه انت تاخذ هاي القيمة وتقارنها اذا كانت مثلا string او integer وبعد تسوي السيناريو اللي انت تحتاجه مثلا تسويها لا integer يعني سويها casting او غيرها مثلا كذلك pattern matching راح ساعدك على تحقق من قيمة الـ object اذا كانت null او لا فسنبدي ننطي مثال مثلا تسوي object سمي مثلا obj تبطيه مثلا قيمة اثنين انا حاليا اللي كتبت الكود انا اعرف انه القيمة راح احصل عليها اللي هي عبارة ان يكون object عبارة عن integer يعني هذا الرقم يكون integer يعني انا اكتبت هذا الرقم و اعرف هذا الشيء لكن انت كمطور مثل ما ذكرت راح تمر بمواقف انت ما تعرف شنو هاي القيمة و النوع ما لها فتكتب if وتكتب obj اللي هو اسم الـ object وتكتب is integer فهذا الشرط فكرت انه اذا obj اذا كان integer فسوي اللي بداخل هذ الشرط مثلا اطبع على الرسالة معينة مثلا اكتب object is integer حسنا نشغل التطبيق ونشوف شون راح اشان مثل ما اشوف اتحقق الشرط وطبع عليك object is integer فنغلقه ونقطة اضافية تفيدك ايضا انه في حال انه تتريد تحقق من قيمة الـ object وبنفس الوقت اذا طابق هذا النوع راح سيب له casting وتخزنه ومتغير فيعني انا من سويته هذا object is integer هو صح كان انتجر وتحقق الشرط لكن نفترض انه انا اريد قيمة هذا الـ object اذا كان يطابق انتجر فرح اتخلي مسافة او space وتكتب اسم المتغير اللي راح اتخزن به قيمة هذا الـ object فنكتب مثلا ايج وبعد اللاحقة راح استخدم الـ ايج بهذا الطبع مثلا او مثلا نكتب انتجر ومسل من شغل التطبيق نشوف انه your age is 2 لانه تلقى ان بس شاف هذا الـ object يطابق الانتجر سواله casting وخزنه بهذا المتغير او الـ variable فهي ايضا راح تفيدك او مثلا عندك تستخدم انه تحقق هذا الـ object اذا كان نول بس تكتب اسنول واسه هذا الشرط ما راح يتحقق المفروض هذا انا راح امساها شلنا الـ age نشوف انه ماكو ايشي عرض لك ان هذا الشرط ما تحقق بالمناسب الـ object اللي يتحقق من عنده مو بضرور يكون من نوع object يعني يكون غير محدد مثلا ان كان انتجر بهذا الشكل مثلا او string مثلا نغير القيمة فتكتب اللي هو اسم string مثلا name هس نشوف اذا كان هذا name مثلا string ونخذنه متغير مثلا name فتلقى انه نكتب مثلا new name name مثلا نشغل تطبيق ما يشتركون نفس الاسن ونخذنه من نفس المتغير مثلا تسوي مثلا نشغل نشغل نشوف انه طبع لك your name is احمد لانه تحقق هذا الـ object اللي هو name عبارة عن string وبعده سواله casting بهذا المتغير فهينتهي هنا من ثالث ميزة وهذا ننتقل الى الميزة الاخيرة ونبدأ نشرح اخر ميزة اللي هو الـ in it modifier هذا المدفير جدا مفيد اليك اذا كنت تستخدمه مع الكلاسات اللي تتعلق بالبيانات او الضيفة داخل الـ properties الموجد داخل الكلاسات فكرة هذا المدفير اذا تخليه على اي property من هذوله مثلا او اي property داخل الكلاس معين يتحول هذا الـ property الى mutable يعني يكون غير قابل للتعديل يعني انت من سوى ان شراز الكلاس او سوي له وراثة ودخل المعلومات مباشرة هذا الـ property اللي خليت له الـ in it ما رح تستطيع يتعدل عليه فراح يكون ثابت فالقيمة معلتها هتكون ثابتة بعد ما تخزن بها اول قيمة فس اراح اوضح لكم اكثر سوينا هذا الـ class اسمه person ابدأ اخلى هاي الـ properties اللي اس first name الـ last name والـ age مثل ما اللاحظ موجود الـ get والset يعني انه هذا الـ property تستطيع انه تقرأ عنده المعلومات يعني يسوي له read وبنفس الوقت تخزن بيه المعلومات يعني اضيف بيه معلومات وتعدل عليهم وبعدها سوينا constructor ونخزن بيه كل قيمة نحصل عليها داخل هذول الـ properties وبعدها سويت instance من هذا الـ class ووضفت معلومات مثل الاسم الاول جون بعدها دوي وعمر مالته 30 سنة وبعدها طبعتها بالكونسول وحسا لو شغل التطبيق راح اطبع لك الـ first name اللي هو جون مثل ما سوينا بالكونسول هسا انا اريد مثلا اعدل الاسم الاول اللي هو جون فبكل بساطة اكتب اسم الـ الـ instance اللي هو المغروض person dot اللي هو الـ first name واكتب الاسم الجديد بكل بساطة بدون اي مشاكل مثلا اكتب مثلا نسميه مثلا ونشغل تطبيق نلاحظ انه هذا الاسم تغير بدون اي مشاكل هسا نفترض انه انا عندي class واريد اسوي انه احد الـ properties اللي بيه ما تتغير قيمتها بعد ما اسوي الـ initialize او هذا الـ class يعني الـ instance من الـ class فبكل بساطة بس راح اكتب على الـ property اللي يريد اسويها تكون ثابتة يعني قيمتها ثابتة فاكتب بس INIT وحاليا هذا الـ property مثل ما تشوفون عرض لخطأ لانه مثل ما مكتوب انه هذا الـ property يعتبر INIT يعني مباشرة بس اسوي initialize الـ class بعد ما تستطيع تعدل على قيمته ابدا فاسلو الغيهم وشغل تطبيق ماكو اي مشكله اما بقيت الـ properties مثل last name او الـ age اقدر اعدل على قيمتهم مثل اكتب your person.age وخلي العمر جديد مثل اربعين ماكو اي مشكلة عندي اما لو اسوي هذا الـ INIT مع الـ age رح يصير نفس الخطأ مثل ما نشوف فهاي الفكرة من هذا الموديفاير اللي تقريبا رح تكون نفس فكرة record types اللي شرحته بأول ميزة لكن هاي رح تنطيك اكثر حرية لانه انت رح تضع ميزة انه يكون ثابت على كل property اما record types رح تطبق هذا الشي على بقية او كل الـ properties الموجودة داخل الـ class او الـ record نفسه لذلك اذا انت كنت تستخدم class لتعريف بيانات معينة او properties فاذا كان هذا الـ class يحتاج انه كل البيانات رح تكون به ثابتة فاستخدم الـ record افضل اما انت اذا كان عندك الـ class تضع به بس properties معينة تكون ثابتة فاستخدم الفكرة الـ INIT فالى هنا انت هنا من هذا الفيديو ان شاء الله تكون استفادته من هذا الشرح او اي مشكلة عندك تواجهك او مثلا فد ميزة ما فهمتها اكتب التعليقات ودخل سيرفر ديسكورد وان شاء الله نساعد بياناتنا وبالمناسبة هذا المشروع رح يكون بالكامل على الـ github يعني انت رح خريك الرابط مع المشروع وتروح على اي ميزة تريد مثلا تتعلمها واللي شرحته بهذا الفيديو وانسخوا الكود حتى تتعلم من عنده واخر شي احب اقول لك شكرا على المشاهدة ومع السلامة